أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا ليوم الأربعة 21 تموز القمر اليوم رح يتنقل ما بين برجين ولكن رح ينتقل في آخر ساعات يوم الأربعة فعشان هيك رح نذكر خلو المسار ولكن ما رح نذكر تأثيراته بشكل وافي في حلقة الغد رح نركز بإذن الله على هذا الموضوع القمر اليوم موجود في منزلة النعائم وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة وحدة و27 دقيقة صباحا من صباح يوم الأربعة لا ينتقل بعدها لمنزلة البلدة وهي ذا الثبات والربح والسلامة يعني أغلب النهار رح يكون في منزلة البلدة طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية عندنا زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين نبتن وهي رح تكون في تمام الساعة 11 وثمان دقائق صباحا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 2 و5 دقائق بعد الظهر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة ما قبل خلوة المسار هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الظهرة وهاي رح تكون الساعة 10 و25 دقيقة مساء يعني بكرة برضو رح نعيدها وهاي زاوية بتأجج العاطفة تجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجالات الفنية مثل التجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم طبعا خلوة المسار رح يبدأ الساعة 10 و25 دقيقة مساء بتوقيت جرينج كل الأوقات اللي احنا منذكرها بتوقيت جرينج يعني تقريبا بتوقيت الأردن الساعة وحدة بعد منتصف الليل و25 دقيقة مساء هذا طبعا هذا بالنسبة لبداية خلوة المسار ورح يستمر لغاية الساعة 10 و35 دقيقة مساء يعني مدة خلوة المسار هي فقط 10 دقائق هذه المرة وكالمعتاد أنه فترة خلوة المسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار طبعا القمر الساعة 10 و35 دقيقة مساء بنتقل وبستقر في برج الجدي وتأثيره بصير علينا يعني من تأثيرة برج الجدي فمنعود لطبيعتنا الجادة منحاول إنجاز عمل متراكم نجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منها علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعامل جديد وشراء تحفي أثرية والبدء بحمية وشراء بوليس التأمين طبعا بما أنه القمر موجود أساسا بالقوس فتأثيرات طول اليوم رح تكون على النشاط والحيوية والحركة والرغبة بالسفر والاتصالات والحوارات وتعلم أشياء ممكن شوي تكون صعبة فاليوم حافل بالنشاطات للجميع تأثيرات هاي الانتقال الجدي رح يكون في ساعات ما يعني آخر النهار بالنسبة لأخلو المسار فعشان هيك ما تركزوا عليها كثير بس حبيت أذكرها لأنه هي بتيجي من ضمن الوقت فعشان هيك لازم أني أنا أذكرها فبكرة رح نعيد هاي المعلومات يعني رح نعيدها مرة ثانية وحلقة بكرة رح يكون فيها وحلقة الغد يعني رح يكون فيها موضوعين مهمين جدا وهو أول شيء انتقال الزهرة اللي رح ينتقل على العذراء وهاي يعني شغلة يعني حدث كبير وتأثيراته مستمرة مدة طويلة وبرضو الشمس اللي رح تنتقل وتدخل على برج الأسد وهاي برضو إلها تأثيرات يعني زي توقعات شهر كامل فعشان هيك حلقة الغد حاولوا أنكم ما تفوتوها طبعا بالنسبة لزاوية اللي حكينا عنها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر والمشتري وهاي رح تكون الساعة 11 و40 دقيقة مساء منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بما أنه حكينا عن الانتقال وأي ساعة رح ينتقل فلا بدنا نحكي عن خلو المسار القادم خلو المسار القادم رح يكون اللي هو بعد استقرار القمر في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة يوم 23 سبعة بيبدأ في تمام الساعة 4 و33 دقيقة بعد العصر وبيستمر لليوم التالي أي لأول ساعات بتصير بعد منتصف الليل اللي هي منتصف الليل الجمعة على السبت اللي هو يوم 24 حتى تمام الساعة يعني بيبدأ أو بنتهي ساعة 12 و12 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش وبنتقل بعدها وبصير في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر طبعا المحدب 12 يوم في تمام الساعة 2 و24 دقيقة بعد الظهر بيصبح 13 يوم نسبة الإضاءة 35 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس لآخر يوم موجودة في برج السرطان طبعا في الغد زي ما حكينا هي مستمرة لغاية يوم 22 سبعة بعدها بتنتقل وبتصير في الأسد الآن هي موجودة بالسرطان نسبة ساعتها 45 في المية القمر في القوس بده ينتقل للجدي ورح يفضل فيه لغاية يوم 24 سبعة سعيد بنسبة 50 في المية عطارد في السرطان حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 60 في المية الزهرة لآخر يوم موجودة في الأسد منتحسة بنسبة 50 في المية المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة سعيد بنسبة 15 في المية المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15 في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40 في المية أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم رح تنشطوه في مجال الدراسة السفر الاتصالات خصوصا الأشياء البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مراسلات أو التلقي اتصالات أو ممكن بريد الاهتمام بتجارة معينة لها علاقة بالاستراد والتصدير كل هاي بتكون مهمة خلال الفترة هاي بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر هاي الفترة بتكون أنت فيها نشيد جدا وبتشكل محطة لانطلاقها بورشة جديدة أهم إشأنك تستغل هذا النهار بشكل جيد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حاول أنك تحسن من أدائك فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط حاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل واجباتك طبعا في ساعات المساء المتأخر القمر رح ينتقل لبيتك التاسع ورح يكون حليف لإلك وتشعر بالقوة ويعود أشياء كثيرة من اللي تأخرت أو تراجعت في الأيام الماضية يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفي زي ما حكينا القمر ما زال موجود مقابلك تماما فهو بيعزز أمور الشراكة وعلاقتك مع الزوجة أو الشريك المال ولكن أن طاقتك بتكون ضعيفة في الفترة هاي فبدك تتجنب الغضب والانفعال ما تخلي أي أحد أنه يستفزك في هذا اليوم احمي سمعتك وما تشوهها عليك خوض الامتحانات قبل الحصول على الجائزة يعني بمعنى بدك تبادر في كل شيء حاول أنك تتحامل على نفسك اليوم شيئا ما عشان تمشي الأمور بهدوء برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك ما زال القمر في بيتكم السادس اللي هو بيت العمل والصحة فعشان هيك التركيز كله على العمل وعلى الصحة بدك تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون واضح في أولوياتك وما تدع أي شخص أنه يثير انفعالاتك أو غضبك نظم موقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤولية حاول أنك تحترم المواعيد قدر الإمكان وزي ما حكينا بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم فيه نشاط عالي فيه حركة فيه لقاء للأحبة أو ممكن اليوم يكون فيه اتصالات كثيرة ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بترتفع المعنويات حاول أنك تكون أكثر مرونة ممكن اليوم تحقق إنجاز مهم أهم إشي أنه اليوم بتنتعش عواطفك من جديد وتشتد الروابط متانية وثقة والحظ بيكون حليفك وداعم لا إلك برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة حاول إنك يعني شوي تتحمل لأنه في بعض الضغوط أو بعض المتاعب رح ترافقك هاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على صعيد شخصي أو عائلي أو لقاء عائلي أو ظروف ضاغطة بدك تحاذر من الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك برج الميزان بتنشط اليوم كثير في التناقلات وفي الاتصالات والزيارات وممكن تغيير جو أو فسح فيه سفر قصير فيه اهتمام بأمور إلها علاقة بالأجهزة المواصلات والاتصالات زي سيارة أو تليفون أو أجهزة إلكترونية هذا برضو يوم مناسب لإجتياز امتحان بتعززوا العلاقة اليوم مع أخ أو جار وبناسبك تكثيف التحركات اليوم ممكن تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة ابنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وهذه فترة إيجابية جدا برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد أولوياتك المزانيتك المالية ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار الفترة هاي بتحمل بعض المصاريف المنزلية الطارئة أو بعض الأمور اللي ممكن شوي يكون بدها نوع من أنواع الاهتمام المالي برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط حاولوا انكم تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي ممكن تطالع خبر ويكون بمثابة إشارة أو انطلاقة جديدة هاي فترة ناشطة وحماسية يعني لا وجود القمر طبعا الآن ما هي الفترة القادمة حتى الأيام القادمة رح يكون فيها نوع من أنواع الإيجابيات ممكن اليوم تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأنه ما زال القمر موجود في بيت المتاعب صحيح لساعات المساء لا ينتقل عندكم فهذا وقت طويل فطول اليوم بدكوا تضلوا منتبهين على صحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم حاول إنك تستريح ما تعرض نفسك للمسؤوليات خصوصا الأشياء أو الواجبات الكبيرة أو الصعبة حاول إنك تنتبه بشكل دقيق عليها خفف من وطيرة عملك حاول إنك ما تحسم أمر وما تنجرف وراء أفكارك السودة وهواجسك ووسواسك وفي نفس اللحظة يعني ما تعتمد كثير على الوعود اللي تقطع إلك في هاي الفترة لأنه سهل جدا أنه تتعطل أو أنه تتأجل برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم شي إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة أنت يعني اليوم بحاجة لنصيحة برضو بانتظارك اليوم لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم شي إنك ما تهم الواجباتك وكون منظم ودقيق يعني بمعنى آخر يعني بدك تحاول إنك تنسق ما بين كل الواجبات بشكل جيد برج الحوت يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه فيه نوع من أنواع التركيز على العمل عن النشاط على العلاقات على المعارف ممكن اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة بتغارع مصالحك كثير بالفترة هاي ممكن شوية تكون هاي الفترة يا إما أسوأ الأيام يا إما أنجح الأيام ليش؟ لأنه تعتبر أن القمر في بيت السمعة بالنسبة لإلك فهاي ممكن تكون ثقيلة على الأعصاب والمعنويات أهم مش أنك ما تتذمر عن مسمع أحد حاول أنك تصبر الأيام طبعا بتمشي لصالحك بالأيام القادمة إن شاء الله هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء